وصلت اليوم الاربعاء الدفعة العاشرة من الاطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه بعلاج الف طفل فلسطيني من المصابين وعلاج الف من المصابين بامراض السرطان من قطاع غزة في مستشفيات الدولة وحطت الطائرة القادمة من مطار العريش في مطار أبوظبي الدولية وعلى متنها ستة وثمانون من الذين يحتاجون للرعاية الطبية والمرافقين من عائلاتهم حيث توفر مستشفيات الدولة أعلى مستويات الرعاية الصحية للمصابين ومرضى السرطان ووفقا للإحصاءات عملية الفارس الشهم ثلاثة حتى يوم الاثنين الماضي استقبلت مستشفيات الدولة وقبل وصول الدفعة العاشرة أربعمائة وأربع وسبعين حالة من الأطفال الجرحى ومرضى السرطان كما بلغ إجمالي عدد الحالات التي تم استقبالها في المستشفى الميداني الإماراتي في غزة ثلاثة آلاف وخمسمائة وخمسا وسبعين حالة